يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني اليوم الاثنين وزيارته هي الأولى للأمير تميم بن حمد الثاني إلى الولايات المتحدة منذ تولي بايدن السلطة قبل عام وتأتي في وقت تعاش فيه المنطقة والعالم بالكثير من الأزمات الساخنة ومن المتوقع مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاحتمام المشترك وفي مقدمها سبل دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الوطيض بين البلدين بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ومن بينها محاولة إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران كما الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن وتأمين استقرار الإمدادات العالمية للطاقة في حال مهاجمة روسيا لأوكرانيا للحديث عن أهمية هذه الزيارة ودلالاتها وعكاستها على المستويين الأقليمي ودولي ينضم إلينا مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات دكتور مروان قبلان أهلا بك دكتور مروان بداية ما هي الملفات التي تتصدر أجندة هذا الزيارة والتي تتأثر بطبيعة الحال بتوقيت الزيارة كما أشرت هناك أربع ملفات أساسية تتصدر جدول هذه الزيارة الموضوع الأول هناك خشية أمريكية كبيرة بطبيعة الحال من اندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا وبين أوكرانيا ومن إمكانية فرض عقوبات أمريكية بطبيعة الحال تردفع على هذه المواجهات أو الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا قد يطال أمدالات الغاز الروسية إلى أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تشجع الأوروبيين على اتخاذ مواقف أقوى اتجاه روسيا من خلال محاولة تخفيف مخاوفهم أو تقليل مخاوفهم من انقطاع أمدالات الغاز من خلال تحقيق حالة من الاستقرار في هذا السوق وبتعرفي قطر واحدة من الكبار المنتجين في سوق الغاز العالمية تسيطر على حوالي 22% من كل سوق الغاز المسال في العالم تنتج حوالي 67 مليون طن حاليا والولايات المتحدة الأمريكية تريد من قطر بطبيعة الحال أن تلعب دورا في هذا المجال أنت تعرفي أن معظم مصادرات الغاز القطرية الآن تذهب إلى آسيا زبائلها الكبار في آسيا اليابان الصين كوريا الجنوبية سنغافورة تايوان والهند بطبيعة الحال الآن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يذهب جزء من إمدالات الغاز القطري باتجاه السوق الأوروبية كما ذكرت تحسبا لمواجهة عسكرية بين روسيا وبين الغرب بسبب موضوع أوكرانيا موضوع الثاني أنا أعتقد المهم والأساسي على جدوى الأعمال هذه الزيارة هو موضوع الملف النووي الإيراني والذي توليه إدارة بايدن أيضا أهمية كبيرة قطر تحاول أو تبدل جهودا عمليا للتقريب بين وجهة النظر الإيرانية والأمريكية للتوصل أو لإنقاذ هذا الاتفاق حقيقة يعني احتمالاته تضاءلت كثيرا خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية بسبب الفجوة التي تزايدت بشكل كبير بين الموقفين الأمريكي والإيراني حول هذا الأمر بذلك قطر أيضا مصلحتها بطبيعة الحال الحيث لدينا وقوع مواجهة عسكرية مسلحة بين الوليات المتحدة الأمريكية وبين إيران من خلال سعيها إلى محاولة إنقاذ هذا الملف ملفين الآخرين طبيعة الحال مرتبط الأول بأفغانستان تعرف إن قطر الآن هي التي تدير المصالح الأمريكية في أفغانستان وبطبيعة الحال لعبت دور الوساطة بين طالبان وبين الوليات المتحدة في التواصل إلى اتفاق الذي أدى إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان الصيف الماضي اتفاق فبراير 2020 الذي حصل في الدوحة هناك مصالح أمريكية كبيرة ما زالت في أفغانستان وكما ذكرت لك قطر يعني تلعب دور أساسي في رعاية المصالح الأمريكية في هذا البلد الملف الأخير وهو أيضا مهم بالنسبة للطرفين وموضوع الحرب في اليمن والتي أخذت بعدا تصعيديا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية التي اجتئم المعارك الميدانية على الأرض أو يعني توسع نطاق المواجهات لتصل إلى أبوظبي التي قام الحوثيون بضربها أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضية طيب دكتور يعني كما ذكرت بلفات البحث كبيرة وشائكة وساخنة إذا ما تحدثنا عن الإطار الاستراتيجي للعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر التي شهدت تطورا ملحوظا وكبيرا جدا في السنوات الأخيرة إلى أي حد هذه الزيارة ستنعكس برأيك على كل الملفات التي ذكرتها إن كان الاتفاق النووي أم السلام في أفغانستان أم حرب اليمن أو فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية نعم كما تفضلت قطر تحولت خلال السنوات القليلة الماضية إلى شركة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في عدد كبير من الملفات التي تعني الولايات المتحدة في المنطقة وفي العالم تحدثنا في طبيعة الحالة عن أفغانستان وندرك جميعا أهمية وحجم الدور الذي لعبته قطر في إجلاء الرعاية الغربيين والأفغان الذين يحملون أذنات السفر لدول مختلفة خلال أزمة الإجلاء القوات الأمريكية والرعاية الأمريكية من أفغانستان الصيف الماضي وقطر كانت الشركة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية في هذا المضمار أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على قطر في تمرير رسائل كما ذكرنا للجانب الإيراني لتسهيل عادة أحياء الاتفاق النووي وهذا موضوع توليه إدارة بايدن أهمية كبرى لأن فشل هذه المفاوضات قد يؤدي فعلا إلى اندلاع مواجهة عسكرية لا تريدها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران وكذلك إيران لا تريدها وقطر لا تريدها بطبيعة الحال لأنه سوف تكون المنطقة هي ساحة لها وسوف تضع المنطقة في أتون مواجهة وحرب جديدة يعني نحن في غراء عنها بطبيعة الحال ملفات الأخرى يعني أنا سبق وذكرتها هذا بعزز الاعتماد الأمريكي على قطر خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني هي وقطر هم اللاعبان الكبيران وأستراليا بطبيعة الحال هم اللاعبين الثلاثة الأكبر في سوق الغاز المسال في العالم وبطبيعة الحالة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على تعاون القطر في هذا المجال إلى حد كبير لتحقيق الاستقرار في هذا السوق إذن علاقات يعني اعتماد تطورها على المستوى الثنائي مرتبط إلى حد بعيد بالمصالح المشتركة بين البلدين على مستوى هذه القضايا المختلفة التي تحدثت عنها يعني كما قلنا العلاقة تطورت بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن التي واضح أنها تتبنى موقف يعني تعتمد فيه أو تتبنى سياسة تعتمد فيه بشكل كبير على تعاون قطر معها في مواجهة عدد من التحديات الأقليمية والدولية طيب دكتور مروان تحدثنا بشكل كبير عن التعاون السياسي والأمن والاستراتيجي بين البلدين ولكن التعاون الاقتصادي بين قطر والولايات المتحدة يوازي التعاون السياسي أيضا كيف يمكن أن تؤثر هذا الزيارة على العلاقات الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة؟ نعم يتركنا الشق الأمني والسياسي الذي تناولناه بإسهاب بطبيعة الحال هناك الجانب الاقتصادي وأيضا هناك الجانب الثقافي في العلاقة القطرية الأمريكية خاصة وأن قطر يعني هذا العام هو عام العلاقات تحتفل ثقافيا بعمل العلاقات الأمريكية القطرية وبطبيعة الحال كانت الليلة التحديات الأمريكية هي ضيف شرف على مؤتمر على معرض الكتاب العربي الذي يعني عقد في الدوحة في الشهر الماضي أو في الشهر هذا في شهر يناير الجاري فيما يتعلق العلاقات الاقتصادية هناك أيضا مصالح اقتصادية كبيرة بين قطر وبين الولايات التحدي الأمريكية حجم الاستثمارات القطرية في أمريكا كبير يصل إلى حوالي مختلف القطاعات كما أشار له أمير دولة قطر في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة في عام 2019 بأنه يصل إلى حوالي 180 مليار دولار في قطاعات مختلفة وأيضا قطر تعتمد بالشكل الكبير بطبيعة الحال يعني على أو جزء من الاستثمارات الأمريكية أيضا موجود في قطر هناك ما لا يقل عن 7 إلى 8 مليار دولار تائما حجم السندات الخزينة الأمريكية التي تشتريها قطر أو التي تملكها قطر بإضافة إلى استثمارات في مجال خاصة قطاع الطاقة الأمريكي طيب دكتور هل ستكون صفقة الطائرات من دون طيار والتي تقدمت بشرائها قطر هل ستكون على أيضا أجندة البحث؟ أنا أتوقع بأنه مجموعة من الصفقات الأسلحة بتاعفين حجم مشتريات قطر من السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقد الماضي وصل إلى حوالي 26 مليار دولار ومبلغ كبير بطبيعة الحال قطر اليوم هي تقريبا ثامن أكبر مشتري للسلاح في الأمريكي على مستوى العالم وهناك صفقات كثيرة طبعا من بينها صفقة الطائرات الـ F-15 التي تسلمت قطر جزء منها وما زالت بانتظار تسلم الجزء الآخر هي صفقة الطائرات التي تم توقيع عليها في العام 2013 وبدأت تنفيذها في العام 2018 بعد أزمة الحصار والتي تشمل شراء قطر لـ 72 طائرة F-15 أمريكية تم تعاقد على نصفها تقريبا 36 طائرة بانتظار تعاقد على 36 طائرة أخرى إضافة إلى الطائرات المسيرة التي أشرت إليها وطبعا هناك مجموعة كبيرة من الأسلحة تشمل صواريخ دفاعية مضادة للطائرات ومنظومة صواريخ تاد ومنظومة صواريخ باتريوت في مجموعة كبيرة من منظومات السلاح التي تسعى قطر للحصول عليها أو التي حصلت على جزء منها من خلال تعاونها مع الولايات من التحليم الأمريكية أو تحالفها بالأحرام مع الولايات من التحليم الأمريكية شكرا لك مدير واحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور مروان قبلين شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر